السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد متجدد من برنامج فوتبول على برنامج جديد كل سبت وثلاثة لمناقشة أبرز القضايا التي تطفو في الساحة الكروية الجزائرية نطرحها هنا في بلاتو فوتبول بطرحين ألمي محترف رفقة نخبة من الوجوه الرياضية والإعلامية في الجزائر في عدد اليوم المميز نناقش انسحاب الجزائر الرسمي من احتضان والترشح لاحتضان نهاية كأثم إفريقيا 2025 و27 نناقشهم أيضا تدعيات هذا الانسحاب على هيئة موت سيبي وهيئة الكاف التي ستحرجها بدون الشاك والإتصال يستلم رسميا مهامهم من سلفه جهيد أزميزف ويشرع في بداية الورشة على رأس الفاف رئيس الفاف على تحدي كبير وأمام تحدي كبير فليوفق في إعادة ترتيب بيت الاتحادية ورئيس وهاب بن بولحي قضية جديدة تطفو في بيت شباب في الوزداد فعين الحقيقة من كل هذه الإشاءات كل هذه المواضيع رافقوني في تقديمها في نقاشها في تحليلها محجر قناة وبرنامج فوتبور رفيق واحد مرحبا مرحبا نبيل شكرا أيضا أستعد باستضافة حسين جناد الناقض رياضي مرحبا حسين أهلا وسهلنا نبيل تحية لك للحضور ولمشاهدي قناة الوطنية والمميز أمير زكريلي صاحب في القناة مرحبا أمير وسهل خير لك نبيل وكل مشاهدينا الكامل إذن الجزائر والاتحاد الجزائري ممثلة فيه ينصحب من سباق احتضان كاني وكان الفين وخمسة وعشرين و الفين وسبعين وعشرين هذا الموضوع الأهم قبل ذلك نشرع في الحديث عن استقبال سيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لواليد الصادي اليوم استقبال الرجل الأول في الدولة الجزائرية يحمل العديد من الدلالات الإيجابية في دعمه لكرة القدم ودعمه لرئيس الجديد من أجل إصلاحية المنظومة الكروية رفيق مهم جدا دعم رئيس الجمهورية ودعم الدولة الجزائرية للرجل الشاب في مسعاهي نحو إصلاح شامل في المنظومة الكروية ثم بعدها إن شاء الله المنظومة الرياضية ككل الأولا لازم توقف عند الاستقبال في حد ذاته الأمر يتعلق باستقبال سيفريا رئيس اتحادية اتحادية كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية أكبر اتحادية رياضية في الجزائر بمجرد اعتلائه كرسي رئاسة نحن ما نتكلموش على عودة منتخب من مونديال أو من كاسفريقيا بألقاب هي سابقة وبالتالي أكيد أنها تحمل دلالات قوية نحن نتحدث عن فالة رئيس في نفس العهدى في نفس العهدى يعني مؤشرة على أنه هناك اترابات على المساوى الاتحادية على المساوى الكرة الجزائرية كان هناك ريسك تحتدخل للفيفا يديره كونيتي دون نورماليزاسيون أعتقد أنه تجاوزنا مرحلة الخطر بسلام رغم كيد البعض هناك من أعراضة الزج بالفوتبول الأرجيريا إلى وضعية انسداد هنا من الداخل أعتقد أن الخروج بسلام يظن بانجيري الاسيتيواتيون من هذا المأزق ربما يعطينا دلالات قوية بعد الاستقبال الذي حظي به وليد صديم من طرف الرئيس الجمهورية أن الدولة سترافق كورة القدم والرياضة الجزائرية تقول لي هل الدولة ما كانتش ترافق نقول لك لا الدولة رافقت في عديد من المرات وفي عهد سابق الدعم المالي لأندية كورة القدم الملاعب المرافق الرياضية احتضان عديد من التظاهرات الرياضية والكوروية الرياضية يقول لي جميل تيرانيا لكوبدافي كوباراب تالي كاتيجوريجون يعني كان مرافقة حتى يعني لزرطات يعني في تطور البرفورمانس ولكن اليوم في قلب الصراع القائم على المساوى الاتحادية ونحن نعرف أنه عديد من الناس يعني خرجوا على الإطار القانوني والرياضي والأخلاقي أيضا أعتقد أنه اليوم ما نقول لان كونديدا كي يغملي الكريتير نتكلمه على البرنامج يعني رئيس شاب مهم جدا يعني جينا في كان بريزيون جون بالفيدراسون لرياضي عن الامباكت سوسيال إيقونوميك سبورتيف حامل معه أكيد برنامج وعنده طبوحات حابي دير إصلاحات ربما وعنده تصور لمستقبل الكولوج الجزائرية أعتقد أنه لها الجون يراكي لإكسperience في عهد الاتحادية العالمية هو شف لانجح في حياة المهنية وعنده كل المواصفات اللي تخليه ينجح بقي البرنامج الآجل وكل شي وقوف يعني أو مساندة رئيس الجمهورية له كرئيس الاتحادية بعد انتخابه ما كاش دلالة أقوى من هذا على أن الدولة عازمة كل العزم على انتشال كرة القدم الجزائرية والاتحادية من حالة الهوان خاصة بعد الذي حدث على الأقل في الماضي القريب لم نتمكن من دخول المقدة التنفيذي للكاف ربما قضية الشان والكاف اللي ما عقبتش عضو في جمعية العامة للمنتخبتها مجاش للجزائر تكلم على المغرب أكيد سوف يدير بالتجربة منذ رحيل محمد روراوة نتخلم على الأقل على يعني لزنستانس انترنسونال نحن نصيره من سيئين إلى أسوأ يعني التواجد التعنا والهيبة التعنا تراجعت الاتحاد العالمية تلاشت الميزانية انضفرت المستوى على مستوى المستوى فيما يتعلق بكورة القرنة الجزائرية تراجع بشكل رهيب مشاكل كثيرة سراعات وأصبحت المنظومة الكوروية التي تدعمها الدولة مالية ينتفع منها عديد من الأطراف الذين اليوم شكلوا جبهة ربما قوية لمنع الدخول في مرحلة جديدة واضح أما تكلمت بحصة سابقة على أن الساحة والمنظومة الرياضية لن تجد أفضل من سادي من أجل تولي رئاسة الفاف فالآن سادي لن يجد انطلاق أفضل من هذه الانطلاق استقبال من الرجل الأول في الدولة الجزائرية دعم كامل منقطع النظير له من أجل مباشرة مهامه نحو إصلاح منظومة كروية كانت مهترئة اليوم نظم كما كان يتحدث رفيق على استقبال رئيس الجمهورية لواليد سادي شيء إيجابي في البداية مثل كما تحدثت للحصة الماضية أنا قلت أنه في المرحلة هذه ليس ما كانش واحد أحسن اليوم من وليد سادي خاصة مع كما كان يتحدث قال نجح في حياته المهانية اليوم نطمح كصحفيين ولا كشعب جزائرية أن يتم أيضا النهوض بالكرة القدم الجزائرية اليوم وعادة ترتيب البيت من وليد سادي شفناه وين كان يتحدث دائما تحدث في الباصاش أو في تلفزيون العمومي تحدث على كل كبيرة وصغيرة تحدث على كل الأشياء على كل الأمور لتخص كرة القدم الجزائرية تحدث على المناصب قال ستكون دماء جديدة اليوم في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم نظن أنه وليد سادي انطلاق الانطلاقة اليوم ليست أحسن من هذه الانطلاقة وينتمنوا أنه يكون في حسن ظن الجميع خاصة أنه الوقت ربما الهاجس الوحيد لوليد سادي وهو الوقت خاصة عهدة 18 لكن ظن أنه بعد انتهاء هذه العهدة وينيحقق إن شاء الله أمور إيجابية والتي سيحققها بإذن الله بعدها نتكلم على أمور أخرى عندما ينصب لعهدته الجديدة القادمة واضح أمد ذكريني بي للاتحاد الجزائري وقبله من وليد سادي أعلن فيه الانسحابة رسميا الانسحابة الجزائر والفاف من سباق احتضان بطولتي اللي كان في بيان رسمي للموقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلنت فيه انسحابها من سباق الترشح لكاني 2025 و27 مع إبراز أبرز الأهداف أو أبرز الدوافع والأسباب التي حالت دون الاستمرار في سباق المنافسة الذي لم يكن شريفا ولم يخضع لقواعد المنافسة الشريفة بين البلدان المرشحة لهاتين النسختين وكذا نسخة 2029 بسبب الكواليس التي أحكمت قبضتها على دهاريز الكاف وأصبحت للرشوة والمحسوبية وأصبحت للأمور والتلاعبات الغير قانونية دورا كبيرا في تحديد أبرز قرارات الكاف وسيطرت على صناع القرار في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومكتبه التنفيذي نتابعة الصريح لوليد صادي يبرز فيه بإجاز أسباب انسحاب الجزائر من هذين السباقين ثم لنا عبد نعم نحن أكد لك أن اليوم رسلنا رسالة رسمية الكنفيدرالية الأفريقية لكورة القدم نعلن فيها سحب الجزائر من ملف ترشح لتنظيم كأس أفريقيا 2025 خير الكلام مقلة ودال والد صادي يعلن الانسحاب رسميا سحسين نتكلم عن الانسحاب نتكلم عن الأسباب عن الدوافع قبل أن نتكلم عن الأسباب والدوافع نتكلم عن طبيعة اتخاذ هكذا قرار في الترشح من الأساس كنت في وقت سابق ذكرت بأن الترشح في حد ذاته هو خطيئة من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم سوء قراءة لعدة متغيرات في الاتحاد الافريقي لقلة النزاه لانعدامها انصح التعبير لسيطرة الكواليس واللوبيات المناهضة للعمل وتنفس الشريف في دهاليز وصنع القرار في الاتحاد الافريقي عود لنا إلى الأسباب التي دفعتك بصريحة الذي أطار الكثير من الجدل وفي النهاية تبت أن جزءا من تصريحاتك وجزءا من منطقك كان حقيقة على عرض الواقع شوف هو ما قلته أنا منذ سنة تجسد اليوم أن إذا تذكروا في 2 أكتوبر 2022 لما يوم الأحد 2 أكتوبر بالضبط 2022 لما أعلن وزير الشباب الرياضة السابق سيد سبقا عن ترشح الجزائر لخلافة غينيا التي انسحبت من تنظيم كان 25 نعم أنا يومها كنت يومين بعد التصريح انتاعه كنت يوم الثلاثة 4 أكتوبر 2022 كنت صرحت وقلت بأننا ارتكبنا خطأ استراتيجي كبير وقلت بأننا تسرعنا في الإعلان عن ترشحنا لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا الأمم 2025 أنا في ذاك الوقت اتفاجأت لماذا؟ لأننا احنا فعلا تسرعنا لماذا؟ لأننا ما زل ما عرفناش يشكون هما البلدان اللي ممكن راحين يترشحوا لاستضافة هذا العرس الإفريقي الكبير وقدم وعلننا عن ترشحنا اليوم الشيء اللي يخليك يعني من المفروض ما تتسرعش هو أولا نحن ما عندنا حتى ممثل في الكاف ما عندناش ممثلين في الكاف وكي يوم ما هكونا نسمعوا بأن هناك عدة بلدان راح تقدم ترشحها اسمعنا مثلا على المغرب اسمعنا جنوب إفريقيا اسمعنا مصر اسمعنا عدة بلدان اللي راح تقدم ترشحها أنا يعني ينزم أولا أنا ما نشعارف يعني اللي يعطى يعني خلى الجهات الرسمية تقرر الترشح أي قراءة اللي خلتوا هذا يعني يعطي لهم كل هذا الأمل بأننا نقدروا ننظموك اسمعنا للأمم أو يعني الكاف يعطيونا هذه الهدية باش ننظموك اسمعنا للأمم هي كانت بينا بأنها راح تخلاص هذا ومع ذلك يعني رغم أننا قلنا بأنه مستحيل يعطيونا كاسفريقيا إلا أن الجزائر قدمت ترشحها شهرين ونصف بعد ما قلنا بأنه غير ممكن بأن الكافر ستعطينا تنظيم كاسفريقيا في 15 ديسمبر الجزائر أعلنت بصفة رسمية عن تقديم ملف ترشحها ولكن بعد ما يعني علمنا بأن البلد المرشح بقوة اللي راح يكون هو اللي نظم كاسفريقيا الأمم 2025 هو المغرب زاد يعني زادنا ترشحنا أو قدمنا ملف باش نزيده يعني ملف ترشح لـ 2027 وين كان مستحيل لأنه السينيغال اليوم نائب رئيس الكاف سينغور أوغستين سينغور رئيس الاتحاد السينيغال هو النائب الأول لرئيس الكاف يعني لماذا يعني يخلى حتى الآخر لحظة لآخر يوم من تقديم ملف ترشح وقدم ملف ترشح بلده السينيغال لاستضافة هذه المنافسة للأسف كين حاجة نبيل احنا الناس يكذبوا عننا وحنا صدقوا احنا لما نظمنا الشان يعني راكم شفت المسؤولين تا الكاف كذبوا علينا كثير وحنا يعني المسؤولين تاعنا كانوا يصدقوا ويزيدوا يعني ينشروا هذيك الأكاذيب والشعب بتاعنا كان يصدقها نعطيك مثال كانوا يقولونا بأنه البلد اللي نظم كأس افريقيا الفين وخمس وعشرين من شمال افريقيا يعني ما يقدرش ينظم الكأس افريقيا الموالية يزيما تروح المنطقة اخرى في افريقيا وهذا الشي ما كاش منه انا ما الشي اللي نعرف انه مكن حتى قانون في الكاف اللي يقول لك بأن البلد اللي نظم كأس افريقيا من منطقة مثلا الشمال افريقيا ما يقدرش يكونوا زوج بلدان ينظموا المنافسة مرتين على التوالي ونعطيك مثال مثلا في 2004 تنظم كأس افريقيا في تونس بعدها 2006 في مصر لأكثر من ذلك 1986 نظمت في مصر 1988 في المغرب 1990 في الجزائر يعني ثلث مرات على التوالي تنظم في شمال افريقيا وهذا يدل على ان الكأس افريقيا من الاول يعني هل قدمنا ترشحنا هذو وكانوا تصريحات وكنا ننفذوا فيهم وننقلوا فيهم من مدينة لمدينة وهما كانوا يكذبوا علينا لأنه مستحيل باش يعطونا كأس افريقيا ونزل لك حاجة نبيل اليوم كنا حاجة في الكاف الهيئات الكوروية هذه مكن حتى حاجة تسلم او تمنح لك بدون مقابل اليوم كل شي راه بالمقابل اليوم اليوم حتى هذه البلدان اللي راه تاخذ كأس فريقيا الامم راه سلكة الطرق ملتوية باش عضاء الكاف يعني اعطاولهم او حين يمدونهم تنظيم كأس فريقيا الامم 2025 و2027 واضح يبدو واناليتي كوديفور في تنقل الاتحاد العاصمة بالضبط الى مدينة بواكي معنية باحتضان بعض مباريات كان 2024 ووقفت كشاهد عيان على جزء من المنشآت الرياضية في هذه المدينة والتي هي بالضرورة مشابهة لبقية المدن في كوديفور هل انت راضي عن تلك المنشآت في كوديفور مقارنة بال المنشآت العالمية وبكل تواضع التي تنالكها الجزائر والتي تخول لها باحتضان اي منافسة نحن هنا نتحدث عن انسحاب بشارف ليس لاننا غير قادرين على التنظيم لاننا نمتلك مشكآت كبيرة وانت تتقدر اكدنا هذه الروحية نظن ان نبيل كان فرق بين انسحاب من منطلق قوة وانسحاب من منطلق ضعف نظن ان قرار الجزائر اليوم كان قرار صائب لما تشوف تحدث انت على كوديفور على مدينة بواكي خاصة احنا في التنقل مع اتحاد العاصمة لكوديفور وصلنا لمدينة بواكي ما كناش نظن ان مدينة بواكي سيحتضن ملعب الخاص ببواكي سيحتضن كاسمام افريقيا لكن الملعب حتى المطار بواكي اللي ما يتوفر فيه ابسط ابسط الشروط اليوم انا نظن ربما ملعب فقط ملعب نيلسون مونديلا يفوق كل المنشآت لبلد الكوديفور الذي سيحتضن كيف تعطى كما كان يتحدث الشيخ تعطى كوسي افريقيا لهذه البلدان الجميع يعرف يعرف كيف الطرق التي يصلون اليها من اجل الاحتضان انا نظن اليوم الجزائر ايضا رئيس الاتحاد يزور الجزائر كان يشكر الجزائر في الكثير من المرات مؤخرا فقط في نهاية السوبر الافريقي بين الاتحاد العاصمة والاهل المصري يمكن تحدث الوسائل الاعلام وقال ان الجزائر بلد لها كل الامكانيات من اجل احتضان تظاهرات وان شفنا احتضان العاب البحر الابيض المتوسط كاست افريقي المحليين اقل من 17 سنة العاب العربية كالجزائر اليوم اظن ربما اتخذت القرار المناسب بهذا الانسحاب من اجل اعادة ترتيب كل شيء مع وليد صادي اليوم وانتحدث وقال عنده علاقات جيدة سواء مع الاتحاد الافريقي او مع هيئة انفونتينو في الفيفا انا اظن اليوم الجزائر اتخذت احسن القرارات وبالتالي ستكون انطلاق من اجل احتضان تظاهرات اخرى كوس افريقيا في المستقبل القارب ان شاء الله مثل هكذا انسحاب كما قال امير ذكريني من منتلق قوة سيحرج الهيئة الكاف ويسلط الضوء اكثر على كيفية صناعة القرار الافريقي في دهليز الكاف مشاهد هذا تقرير المفصل لامير نايت العربي ثم نعود البراطو لتحديل من نقش ادى الافريقية لكورة القدم التفت اخيرا للجزائر وادرك جيدا ان هناك رجالا بدماء جزائرية رفضوا كل الممارسات التي قامت بها الكاف سابقا في حق هذا البلد القارة اخبار سحب الجزائر لملف تنظيم كأس امم افريقيا 2025 و2027 احدث زلزالا عنيفا في بيت الاتحاد الافريقي وذلك بعدما عاثل اخير فسادا بسبب قراراته التعسفية في حق الجزائر التي انجحت كل التظاهرات الرياضية التي احتضنتها سابقا بداية بالعاب البحر الابيض المتوسط مرورا بمنافسة كأس امم افريقيا لللاعبين المحليين وصولا الى منافسة كأس امم افريقيا لأقل من 17 سنة اخبار سحب الجزائر لملف الترشح لكأس الابتحاد الافريقي وعلى رأسه باتلس موسيبي الذي يبدو خارج دائرة القرار في بيت الكاف وهو ما ادركه المكتب الجديد للاتحاد الجزائرية الذي يسعى للانسحاب بشرف اخبار الانسحاب اثارت اجماع اغلب المراقبين والمحيطين بكرة القدم الجزائرية خاصة وان هذا القرار سيجعل الفافة تفكر جديا في ترتيب البيت من جديد واجاد حلول للمشاكل الكثيرة التي تتخبط فيها الهيئة حاليا من ديون عالقة الى عقبات ومطبات تعيق السير الحسن للكرة الجزائرية المكتب الجديد للفاف بقيادة والد صدي ادرك جيدا ان اول خطوة لرؤية النور هو الخروج من سباق محسوم سابقا في مضمار اسمه الكواليس وحكمه القرارات الظالمة نتحدث عن انسحاب الجزائر من منطلق قوة تأثيره الصادم في الكاف وحرجت امام العالم كيف لبلد انقض افريقيا بين قوسين في مسابقة شان ومسابقة الكان وابدأ هذا البلد استعداده لاحتضان اي مسابقة افريقية مهما كانت عصية ونحن ندرك فقر ونعدام الامكانيات والبنى التحتية لجل البلدان الافريقية عدى بلد او بلدين بلد يفتح مصراعيه لالاتحاد الافريقي وال54 بلد من اجل احتضان اي مسابقة وفي النهاية يلتمس شيئا من الخيانة يضطره الى الانسحاب من الترشح للبطولتين كيف سيؤثر هكذا قرار على مستقية الكاف وعلى نزاهة الكاف التي دائما ما تتغنى بالمستقية وتتغنى بحسن السلوك وتتغنى بالعديد من الشعر والعديد من الامور الاجابية شوفو نبيل الكلام اللي قلتو هادا احنا سي تا كونسومي لنو قلمو احنا نصبرو به روحنا هادي كلمة خيانة وصادة وتحرج لك ما حدي ما عندهاش صادة لها ما عنده علاقة هادا لينا انا نتكلمو لانو كي كنا نشك نبدو نقولو هادوك ماشي ملاح القاعدة تاع وين كاين انتخابات في مبنية على هادشي مبنية اللوبيت في مم خارج المجال الرياضي لازم تكسب حلفاء باش تكون قوي باش تكسب حلفاء يعني الحليف وش يربح معاك سي هادية العلاقة باش نمشي معاك لازم يكون تا كتول باش تفرض الكلمة تا كتولي قاوي فليزانستانس هادو هما قواعد اللعبة اليوم احنا كيرانا خارج الاطار ما قولوش الكاف اسمها خانتنا ولا سنحرجها بالانسحاب ما تحرج حتى واحد بالانسحاب يعني لا حادث لن تحرج اي شخص بالانسحاب ديالك اي نعم انت ذرت لرجون ميديتيرانيا وذرت الشان وذرت لكو بارب ايديسات لكو بذافريك ايديسات وبينت للعالم بلي عندك مرافق ولكن ما تنساش حتى سينيغال دشنو ملعب جميل جدا والبنى تحتية موجودة في بعض البلدان الافريقية وحتى اذا عدمت في عديد من البلدان الافريقية مثل ما قال حياته في 2011 في الطبع التانية في الشان في السودان وفي تحديدا في الخرطوم قال ارفض ضغط ضغط الاوروبيين علي من اجل برمجة او تنظيم الكان مرة كل اربع سنوات لان وضع افريقيا يختلف عن وضع اوروبا وعديد من البلدان لا تملك المرافق الرياضية وبالتالي كان شاك دوزاني تضمن من الناحية الرياضية انه المنتخبات الافريقية يلعبوا تصفيات يعني في وقت خسير شاك دوزان لانه كان منتخبات ضعيفة ثانيا عندما شاك دوزان عندك فرصة تمدها ام بي ولا تكون تنظيم مشترك لبلدين شاك دوزان يضمن انه الدولة تدخل في ذلك البلد وتبني المرافق وهذا يساعد لتطوير كرة القدم الافريقية هذا هو وضع الافريقية ما تقول اليوم الافريقية ما عندهاش اسكويدر دراسة شاملة اليوم وتقول كل الافريقية ما عندهاش حتى ما عندهاش يقول لك نرافق البلدان الافريقية ونخدم يبنوا ملاعب هذا الطرح خطأ يا سيدي الفاضل يا نبيل اليوم نشوف الحقيقة ونتعاملوا معها نحن غير موجودين على مستوى الكاف وعلينا يعني كيمال لك تعال الاربيط يحق للجيري هذا التسويق هذا افريقية يعني ما على بلومش يعني ما على بلومش بك عندك منتخب ما عندك عندك مرافق ما عندك عندك بالماضي ما عندك عندك ورافق واحد ما عندك ما يهم همش يهدي يهدي عالا يفعلون الناس نحن كنا اقوياء في عهد سابق حن ندرنا الفدرس الماروكان كان الفهري والاقجاع جار راورا والتما ودال الاقجاع كيفاش نتلم المغرب اليوم افر ويت افر ويت ان دجا يولو اقوياء لأن التواجد على مستوى الهيئات القارية والدولية يتجاوز بكثير بألف سنة ضوئية الجانب الرياضي هو جانب استراتيجي وسياسي وعليه حلاش استقبار رئيس جمهور الوليد صادي انا شخصيا شفت قلت ان شاء الله هذه البداية الحقيقية لدعم الدولة لكورة القدم من اجل او الاتحادية من اجل العودة الى مصافي الكبار سابقا فيدوروت ودعم الدولة واهداف محددة ولازم تحققها سابقا راني هنا وروح الإسساسيال تحقق خارطة الطريق لانه كورة القدم اصبحت مؤثرة جدا في ضائرة صناعة القرار وبالتالي علينا التواجد وبقوة وعليه اليوم يجب ان نقولك نعترف او نستسلم وانما نتعامل مع الامر الواقع اليوم نشوف لماذا وصلنا لهذه الوضعية وماذا يجب علينا ان نفعله من اجل الوصول ونكونه اقوياء احنا مشكلة نتعلم ما زلنا هنا حرب شعواء داخل الجزائر بس كو اليوم هذي حرب المصالح اللي نستنزف الفيدرالية اللي ينتفع منها برك اللي ما عندو شان بخوجي ريبو 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 يقول لك ممكن انها تداعيات سامن فريمون شوكي انسان سواليزون في مستوى عالي يقول لي ما قارق قانون يقول لي ما توليد الصحافة وانتك يتكلم على ضرورة اخلاقة الرياضة ولماذا تكتب مقالات يقول لي وشي هم الرأي العام وانت ما شيء ابو هريرة ما ليش حاب نروح بس وحنا انو خرج على الموضوع بتتليميسون ما تجوزوهاش سنسرمو صف المال اليه بروفون سما انتايا انتاك الصحافي تحارب المفسدين تحارب المفسدين في اطار يعني يعني الصحافة ويعني في اطار يعني اخلاقيات المهنة وبطريقة مهنية يعطيك صحة امير والناس ما تشوفلكش الفون تشوفلك الفون ولا عندهم قضية شخصية معك البروبلم للجيري للجيري سنسرمو على الاقل راح تحت اجونو اجونو برافول هالناس الانتهازيين ولا والناس يعني الوطنيين والمخلصين والمهنيين اللي ديكورتينك الوضعية ويعطيك الدليل والحج على انه ارانا في طريق يعني معاكس وانه هناك من يريد انتفاع من الكورة الجزائرية ومن يريد ضربها من الاساس وتولي يعني اماش فاساد انت يحسبك ويخلي يعني يخلي لهادوك المتسببين ونت تولي لبات بوي لكرافق قد تكسا لكرافق لكرافق ويخلص لكرافق لكرافق ويخلص وليس اكتر من هذا ولذلك نقول لك اليوم ما نزيدوش اليوم نتعاملوه بطريقة سمحولي شعبوية احنا اليوم عرانا التحت لا كاف ماشي ديانا لا كاف لا كاف تقولي موت سيبي جا موت سيبي ما يدلك اليوم عرانا في موت سيبي اليوم نهال الكوماكس كي ترشح زفزف وخسر بان من اصل ربعة وخمسين اتحادية منظوية تحت لواء الكاف موت سيبي يزينو خمسة عشر صوتا باحتساب صوته وصوت الجزائر هذا هو الوزن تعم موت سيبي لانه اليوم 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 في الكاف هي المغرب لي داروا ينفيدوروت واللقجع سمعت وصافي طروازو يقول في تصريحات يقول احنا درنا يعني يعني الجامعة المغربية وحبينا نلحقوا ابعاد استراتيجي سياسية وقد حققنا ذلك وحنا كنا مع ناس فوضويين ويحربوا فيك رايحين ومريبوا في فوتبول الالجيريا والناس وصلوا لذلك اليوم تتعامل مع الوضع والدير اليوم عليش قلت انه لازم ايرادة سياسية اليوم اسمح لي بك بكاش ايرادة سياسية وما تحاسبش المفسدين واللي ديك تقولوا فوتبول الالجيريا ما نقدروش نافونسيو اليوم اللي يجي ضد مصلحة كورة القدم الجزائريا اللي حبي عرق الله في ديروت باش نوصوا باش نصلحوا الداخل والبرنولوا اقوية لو جيكمو يتحاسب نحضر لك بسانة قانوني اليوم نتكلموا نتكلموا بالقانون وكانت واضحها الامور هادي قواني اللعبة اليوم انت خاسر ابكي واحدك ابكي واحدك حنا كي كنا في اهضروا اقوية كان يهضروا علينا بيكونا اقوية كنا كنا في الزاستوس اليوم لازم نكونوا وندخلوا ليزالجيريا ما نديروش اليوم حنا كنا لحقنا اخطر يا نابيل ليزالجيا اللي كانوا في دي كوميسيو وضا مش قويين ليجي كي ما جازتشين نحق البالجون نحق وريشون ليجينا حي لالجيريا زكارة كي ما زفزف جال نحبينا حيش عرف دين مشتاد زكارة جاسبرك ووليد صديم نحيش عرف دين ماملو كوميسيو دي في ناس من حشدة لاجيريا لازم نديرو لازجيري ونديرو لوا بيك عبك لازجيري عبك البايي ليحتاربو الجزائي ويحبو الجزائي يعني غانيون غانيون نبتاك في مادة قانونية قبل ما نقولك الشان المغرب ما جوش ويسي افري ما حبوش قاطعو الشان يعني بادلو بلافريك وما كاش عندم حجة ما جوش ما تعاقبوش وما اخداوا الوي ريسك بشان ليما دالب بسكني دي سوت عالشان تخص الفريقية فقط. لا يوجد كاس أمريكي للمحليين ولا كاس أوروبي للمحليين. لا يوجد. لكن على كاف ما سيستمرتهم لديها. ومعينة 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 ومعينة. لأن المغرب أقوية ومعينة ومعينة ومعينة. لكنهم قالوا لن يجب أن نذهب بالخطوط المغربية التي تعتقدون على الفيديس الماركين. هذا هو الحجة لهم. لكن ترونها كاملة محليا. إن كانت المغربية في الجزائر لأن كانت كاتغورية قائمة بذاتها. لا يستطيع الشرطة فيها. وكاليفكاتي في لك بدمودة. يدون الطائرة المغربية. المالغريك يقول لك لدينا عقد. يسمى فرضوا الأمر الواقع ولمغرب لا تتسوى لك من كاف. يجب أن يكون فور. يجب أن تكسر للمحليين. نعطيك المادة قانية تكلمت عليها ألف مرات. ألف مرات. في المالغريكي في أمريكي لا يستطيع المادة صريحة. وماشي أبديكي. باش احنا على بنا ماشي. باشك البيرو إكزيكيتيف اللي فيه 23 بارسون هما اللي يفوطي. مشي جميع العبا. اللي يمد الكووس الإفريقية هي المكتب التنفيدي. المكتب التنفيدي اللي فيه فوزي الأخجاع مومبر أسكاليتي جيملة فيفا فيه مويس ماغوغو بوم لوغنضام الصومال وفيه وفيه مام تان نيجيريا تان نيجيريا وفيه واحد من البنا دو شاكوس وبالتحالي النقاط السيقال ومن يفعلون اللي موجودين فيه يقولون كيف يمكنك الإساعدات القادمة؟ ماذا يعني هذا؟ إذا استوفى أكثر من ملف شروط الترشح لإحتضان دورة نهائية قارية الأولوية سيتم منحها لملف البلد الذي لم يحضر بفرصة تنظيم المنافسة المعنية بالتالي حقيقة المغرب خدا الفرصة ما يقولش الذي لم يحتضينه الذي لم يان الفرصة لإحتضان كان فرق كبير بينهم المغرب نال الفرصة في 2015 وقبل شهرين ما حبشي نضمان بحجة إبولان فانتكون دارت لكان وما صار لها إبولان لول ما كاش إلايو الأوكاسيو صار إني با بريوتا ببار بولارجيدي دارتها صار في أخر مرة سيت 4-20 الماروك أن دميكس دار فضها تقيقة الأخرى نو سينيكال دارت 2-20-42 إحنا 4-20 إحنا أسبق نيجيريا راهم مع البينا سيفرين البينا جامعين ما داروش فسع نيجيريا داروا في الدوميل داروا نيجير مع غانا في الدوميل كي تشوف دي ترشحوا الـ 25-26-29 إحنا عدنا الأولوية بالمادة 23 بسع ما يابليكيوهاش لا يابليكيوهاش لا كاف ندار داري القوانين تابليكيها على اللي تحب على أضعف الناس وتنحيها على الناس الأقوية سيولا فيديو اليوم لو كان ما ندعموش لاكتشيال بريزيدون ما يهمنيش الشخص بسع نيجيريا وما ندخلوش يعني لزنترفيرانس ما نقولوش لا لا فلان باش ما يغضبش وفلان باش ما يزعفش لا ماشي هادي سي هو بريزيد للافيديراسيون الأولوية لبريزيد للافيديراسيون والفوتبولوجيا ماشي لليكيب ناشونال برك لو كان ما تتواجد تسمح لي في البرو إلجيكويتيف يحقروا للك ليكيب بريميار ليكيب عشان فيمينيين إدنسات إفا يحقروا كامل سمت إلى مقاله رفيق نقدر ننضي الخلاصة علينا أن نتصالح مع أنفسنا ونعترف بأننا متأخرون بعض الشيء في دهاليز الكاب ما هي الآن سبل الصحيحة من أجل وضع ورقة التريق والعودة من بعيد من أجل سيطرة أو من أجل على الأقل حفظ مصالحنا في دهاليز الإتهاء الإفريقي هذا هي اليوم معنا غيبين تماماً نحن غير موجودين أصلاً اليوم إذا كان حبينا يعني باش تكون عندنا كلمة أولاً لابد أن نعمل على العودة للمكتب التنفيذي لكاف وهذا يعني ليس ببعيد يعني ما باقي السنة ونصف على الانتخابات يعني سنة ونصف نعم سنة ونصف بالضبط لأنه سنة ونصف وديع الجريء راح تنتهي للأهدان تعو وبالتالي يقدر يعني وليد صادي يقدر بعد سنة ونصف يعني لو كان نعرفه الخدمه مليح من هذا الوقت نقدره يعني يكون وليد يكون في المكتب التنفيذي لكاف اليوم يجب أن نروحوا بالعقل كما قال لك واحد اليوم هذي راحين نديروا مشكلة للكاف وكان نسحبوا والكاف داروا هذي الأمور كامل هذي حنا نهضرها هنا عندنا هما شوف موش دارلك حساب خلاص هو اخذ القارر تاعه ٢٠٢٥ شكول يديها ٢٠٧ شكول يديها ٢٠٧ شكول يديها وممكن ممكن نروحوا دير حساب واحدة شكول يديها ٢٠٩ سمحني الحاجة. الحاجة يعني. فوشي لقجع. في البرلمون تحهم صافي دوكسي طرواء كات موار. إلا آنونسي. سمحني إلا آنونسي. أوي فور. قاد سانح تاغنو كان أفين وخمس عشرين. والكاف مدرتوالو مجلش اللي تيك. سيطريق راف ساف ديرها هاد مخدومة بانشي. تقبلو لما تقبلش. وش أنا يقول لك يا رفيع. أنا وش قلت لك في الدخولي الأول. اليوم الكاف حتى حاجة ما تمر. يعني حتى حاجة ما تقدر تمرها في الكاف كما تحبنتها. نهائي نهائي رابطة أبطال إفريقيا. مثلا. بين الأهل والويداد. يعني المصريين داروا المستحيل. على الأقل باش تكون النهائي ذهبا وإيابا. النهائي تلعب في مقابلة واحدة. وتلعب في المغرب. بين فارق مغربي. بين الويداد والأهل المصري. وفازوا بها الويداد. وما قدروا يدورهم حتى شيء. اليوم كما قال لك رفيق. اليوم هما داروا يعني خارطة الطريق. وداروا خطة بعيدة المدام شوع لها. بينما احنا تقدر تقول عندنا هذه ست سنوات ونصف. ضعنا في معرفناش يعني نمشوا. يعني معرفناش ويننا ماشيين. بقينا نحاربوا في بعضانا. كانوا عندنا أعضاء يعني حتى ولهم ما كانوش يعني في حاجة كبيرة في الليجان. ومع ذلك حاربناهم وخرجناهم من الكاف. يعني ولينا الناس تحارب فينا وحنا نحاربوا في بعضانا. اليوم أنا نظن بأن كما تحدث في رفيق وأمير في بداية الحصة. اليوم الاستقبال على رئيس الجمهورية. للرئيس المنتخب وليد صادي عنده يعني دلالات كبار. اليوم الشي اللي كنا دائما النادي وبيعه. هو أن الدولة لا بد أن ترافق رئيس الاتحاد. لا بد أن ترافق كورة القدم الجزائرية. اليوم الحقنا لها. اليوم أنا نشوف بأن وليد يعني استقبال رئيس الجمهورية لك كرئيس الاتحاد. روح طالك يعني عدة مفاتيح. اليوم عليك تخدم. اليوم عليك تدير يعني كفاءات. تكون عندك إدارة قوية. وتتكل على الله. وتسمع يعني الناس اللي ينصحوك. يعني نصايح إيجابية اللي راح توصلك. لأن الناس اللي نقولوها صراحة. يعني من 2017 ورواح. يلزم هذا المرحلة ننساوها. ست سنوات ونصف. يلزم ننساوها. ما زدوش نعود لولو لها. لأننا ما شفنا فيها غير الكوارف. شفنا فيها أموال طائلة. ذهبت أدراج رياح. شفنا يعني المشاركة تتوعنا. إلا تتذكروا يعني رحنا باش نترشح. الممثل تعجزي ترشح الفيفا. هو مع لبالوش ترشح كيفاش داير. ولا كيفاش راحين ينتخبوا. مع لبالو حتى ما عنده حتى محطايات. في آخر لحظة. بعدنا أورديلي. بعدنا خارج الأجل. ملفات كما قال لك. خارج الأجل. تبعثوا أورديلي. يعني. متخب النسوي ما مركوش. غير المهازل. وهدرنا عليها كثير. اليوم إن شاء الله بربي يعني الدولة. بانت باللي راهي. مستعدة اليوم باش ترافق. الاتحاد الجزائي لكورة القدم. وننظن بأنه وليد. وليدنا عارفوه يعني وليد صادي. بأنه إنسان اللي راي عنده رغبة كبيرة. باش يخدم كورة القدم. واضح. وليد جاء باش يخدم كورة القدم. يعني خلال معرفتنا له. أنه. يعني دار. أو راح يدير اللي عليه. إن شاء الله يعني الجميع التحد يقفوا معه. والدولة إن شاء الله تقف معه. ونوصل إن شاء الله بإذن الله. نعود لهم. إن شاء الله. على ذكر وليد صادي. استلم اليوم مهامه رسميا على رأس المبنى. مبنى داري أبراهيم. أبراهيم من سلفه جهيد. أزفيزا في اجتماعنا اليوم. بالمبنى الخاص بالاتحاد الجزائري. لكورة القدم تاريكا الثقيلة. هي تولى مهمتها ومسؤوليتها ومسؤولية المحاسبة عليها وليد صدي أمير. أنت كصحفي وأيضا متابع للشأن الكوراوي. ما هي أبرز المفاتيح التي ستمكن وليد صادي من تسهيل عمله؟ ما هي الحقائب المهمة والتي عليهم أن يمنحها عناية خاصة ويمنحها قرارات صائبة إلى أبعد حد ممكن؟ نظن اليوم يجب الوجوه اليوم الموجودة في كورة القدم أو في بيت الاتحادية يجب اليوم القضاء على هذا الوجوه. قضاء على هذا الوجوه بش ما تكونش من اليوم في الاتحادية الجزائري كورة قد صراحة نبيل. أكيد لأنه هو تحدث والد صادي في العديد من المناسبات وخاصة بعد تنصيبه كراسي الاتحادية. قال أنا اليوم في كل منصب يتحدثوا له عليه يقول رح يكون تغيير رح يكون تغيير. أخرت هالتحكيم من جانب التحكيم شفنا على مدار عشرين سنة. فاتت كان بينا راشيد المجيب أو لاكان لنجولهم تحية من هاد المنبر. كانت بيناتهم كانت الاستمرارية خاصة في التحكيم. يعني حقا تغيير فقط مدة عشر سنوات. يعطيك الصحة. اليوم في مدة سبعة وثمالي سنوات شفنا العديد والعديد من الوجوه. العديد من الوجوه. ما كانش هناك ودائما الكلام على التحكيم يكتر كل موسم. يجب اليوم تنصيب الشخص المناسب في المكان الموسم خاصة في هذا المنصب الحساس لجنة التحكيم. شفنا في العهدتين سابقتين أنه رئيس الاتحادية هو يكون رئيس لجنة التحكيم ويوضع واحد كنائب له. اليوم وليد صادمين تكلم قال سأقوم بلجنة التحكيم بتعيين لجنة التحكيم. سيكون رئيس لجنة التحكيم مستقيلة عادية. هذا هو ربما أنا نظن، هذا هو كما قلت. وأيضا تحدث على التكوين، تحدث على المديرية الفنية، تحدث على الرابطة، مشكلة الرابطة، ديون الفرق. نظن يجب تنحية كل هؤلاء الأسماء والمهوض بكرة القدم وأن يأتي بأسماء جديدة لكرة القدم الجزائرية. نأخذ فاصل، نأخذ فاصل رفيق ثم نواصل لا تغير المحطة. تحية متجددة مشاهدين الكرام في الجزء الثاني من عدد فوتبول وبرنامج فوتبول المميز رفقة رفيق واحد حسين جناد وأمير زكريني رفيق. توقفنا عند أمير تكلم على أهمية القضاء بين قوسين أو عزل الأشخاص العديمي الكفاءة من مناصبهم واستخدام قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب. يدفعنا للحديث عن عدة مراكز وعدة هيكل داخل الفاف. نتكلم عن لجنة التحكيم، نتكلم عن لجنة الإعلام، نتكلم عن عدة هيكل كما ذكرت في هيئة الفاف. فالآن وليد صادي قد يبتح على الأبواب على مسرعيه أمام تحديات وأمام خصومات وأمام أمور قد تصعب بعض من مهمته إذا تحدثنا عن استطاعه وعردت فعل من قبل بعض الأطراف التي قد تعيق عمله. كيف سيتعامل مع هكذا وضع؟ أولا قبل ما نجاوبك نتكلم حبسنا برك في كوميسيون داربيتراج لتكلم عليها أمير، اليوم وليد صادي حمل لكوميسيون داربيتراج لأمام برفيدرالي، بسكو اللي كوميسيون برمانونت يحكموها لأمام برفيديرو، هداف اللي في القانون أسيت على فيديراسيون، في وقت شعرف الدين صراحين بروبلام بسكو كانت مكتب إئتلاف، داروا التوازن وراحو داروا بيرو، اللي فيها بحلول وغوتي وبرار ماشي محسوبة عليه، دي سيدا في لاربيتراج لكل شو يحكمها هو شعرف دين، وورثانيه جاهد سفيزف، حكمها هو وجاب نائب، وشد الدلالة بتاعو، لكوميسيون بتحديد لاربيتراج لديها بسكو فيه سيراعة، باقار عليها، يعطيك الانطباع كينا بواري عمانجي فيها، باش سيراعة على لاربيتراج باش يخدموا لاربيتراج، باش داهلو البريسيدون نحاها لهم لأنه فيها أشياء خاطرة، اللي إحنا توجو ندفع على أخلاقة الرياضة، هاد الاختراع نون، حسب لي على الأقل، سي يعني نوفو دي بار بقواعد صحيحة، والناس لهم جايين على الأقل، أو يثق فيهم، سي دي ميليموم، يثق فيهم، ويشرف عليهم، ومسالتا موش بعالواقس جاسبير، أنو يديرو دي جون كمبيتون، ونتهنوهم هادا، الديزينياشن، والكلام الكثير، وكل رأي العام على بالو، كيما اللي قاة، اللي قاة، اللي قاة، وشيهم رأي العام، سي تريغراف يعني، المنظومة اللي تربينا أولادنا، اللي تربي أولادنا، نخلو الناس يعبثون فيها، ونهضرو على الميليار دي سنتيم، والبيع والشراء، وهذه السويت، بصح ما يهم شراء العام، سي تريغراف، هادي واحدة تنين، قلت لي، حيكون هناك سراعات، لو نفكر بهذه الطريقة، ما نتقدموش دي يوم، وكأنو نعطو الشرعية لكل ما هو سلبي، سما واحد موش كمبيتون، إلا ما كاش كمبيتون، ولا واحد ما راوش نازيه، ولا واحد ما يخدم في انستيتيشن بصح، أو يدير سياسة عندو أن بارتي بري، ونجي نتعامل، ما نتعاملش معه، اليوم نجي كرئيس، يعني ما نشت ربع رئيس، يعني رئيس اتحادية كامل متكامل، وعندو لا بويتة عند دولة، نجي ندير السراتيجية تاعي، انت نبدأ، بلي كالعندو من بارتي بري، خدامين فلا في ديراسيون، مكلف بالإعلام ما جاش، وتروفي نورمال، أنو المكلف بالإعلام، على المسؤول الاتحادية، يوم العرس الاتحادية، هو يغيب، يروح لفرنسا، ماشي طبيعي، أنا كي نجي اليوم، ولي كان عندو من بارتي بري، في انتخابات، هما خدامين، ما يجب أن نكون لهم الحياد، نصيبه المكلف بالإعلام، يستقبل إلا مزيان إغير، ما يستقبلش واحد آخر، وماشي من الحقوي يستقبل، هذي الممالسات هذي كي تكون رئيس قوي، قوي، وعندك كاريزمة، وشخصية، وبرنامج، ما نبقى بحتوى حاج،، متى تحبس، متى تحبس، متى تحبس، ومتى ما تخلش معي، أوفرتمو، بسكو إلا نجي اليوم برنامج، وتصور ومشروع، نجيب الرجال لنفاصي بهم، إلا تتفرض علي، إلا شنو معهم نخدم، ما درناوالو، العقلية هذي لازم نتخلص منها، إذا كانت لا ريزيستانس، هذا أمر آخر، ما إذا كانت لا ريزيستانس هذية، وكاين اليوم ترافق الرياضة، ودير إصلاحها في الداخل، ونحسن صورة الجزائر في الخارج، وننتشلو كورة القدم جزائر والاتحاة من حالة الهوال، ونقطع الطريق أمام العصابة، وماشي من تمين إلا فاعلين في كورة القدم، تعدات الجانب أحد أخر، ولو الناس دي سيبورتور حتى مخارج الفيدراسون، كانت لازم تري يعني، ولات متعددة، ولات متعددة، ولات متعددة الجوانب والأطراف والأبعاد، لذلك اليوم كي يجي، في الحال، أنا فيها وتكلم على ست سنين الحاج حسين، وننشاطر الرأي، لازم ندور هذه الصفحة، وننساو هذه المرحلة السوداء، واليوم إذا تطلب الأمر إعلان حرب على هؤلاء الانتهازين والمنتفعين، والذين اليوم يعني يريدون يعني أن يزيدوا بكل ثقة لهم من أجل تحقيق بصالحهم الشخصية على حساب مصنحة كورة القدم جزائرية، إذا كان لازم ندور حرب، الحرب نديروها، اليوم أنا الحاج قد كلي فرحتني كثير، وتكلمنا عليها، وتكلمنا عليها الحاج، أنه استقبال رئيس الجمهورية عنده أنام باكت كبير وكبير جداً، كنا نحتاج إلى ذلك في هذه المرحلة الحساسة، سيتي أنفيراش أمبرطان بول الفوتبول الألجيريا، على وليد صديق أن يكون يعني على مسوى يعني الثقة والمسؤولية، تعلطو تع رئيس الجمهورية، لأنه فيه إمكانيات، واليوم ديقاجة لطريق يعني اليوم، ما كاش ديوم، بسكو البرزيدان ديوم كي ياسون سيدي ماشتاعه مع البرزيدان جون، غير كي ما طلع وقف معه دعمه، والدولة سما كايني الدولة حابة تدير بإصلاحات كبيرة، ليوقف في الطريق، ليوقف في الطريق، يعني بيدون هو جي حق، ماشي بور كوريجي يعني باش يوريكتر باش يساعد، بلي تحقيق يعني مصلحة شخصية، أنا بور ما، يما تكلم، السيليكشون الناسيونال على الخائن يتكلم على الحاج، لنشهد له إنسان يعني محترم ونازيه، ويخبر معرفة باللاجرية، هدكم الخوانة، الخوانة الذين يعني يعملون كل شيء من أجل الانتفاع من المنظومة الكوروية، والترويج زوراً وبهتاناً بأنهم في قمة الوطنية، وبأن من يدافع عن المنظومة ويريد أصلحها، هم مصنفون في خانة الخوانة، أني اليوم أنا سينسرمون، الكريتيك لا ميجو ليكا، نتكلم على نفسي، أنا أنا متأكد من نفسي، وما ننسنش جزاء أو شاكورو، وما لا بنيش أنا بكريتيكتا عن الناس، لأنني نحس بديك أصحب عندي رسالة، وهو مصلحة الكوروية الجزائرية، وهو مصلحة الانتفاع، الأمة، البلد، المنظوم الكوروية، الشباب بتاعنا، إذا اليوم تصنفني أنا على أساس أني خائن، أنا أتصنيف تاعك أنا يا يولي يشرفني. واضح، رفيق صيح حسين، تكلمت قبل قليل على الفترة السابقة اللي قدرت انتها لمدة تحب ست سنوات، قلت من زيدوش نولو لها، هل بالمفهوم أننا نطوي، وهذه صفحة نهائيا، أم أن المجال يبقى مفتوح للعودة إليها، عن طريق إشهار سيف الحجاج مثلا، ومحاسبة المخطئ، وأيضا مكفأة المجتهد والمصيب؟ أنا لما قلت من عودوش نولو لها، لأنه ست سنوات ونصف، لأنه من 20 مارس 2017 إلى 21 سبتمبر 2023، كان ست سنوات ونصف ويوم واحد، شاهد فوق هذاك اليوم، شاهد عن ست سنوات ونصف، أنا مشي ما عندها، أننا نقول عاف الله عن مسلف، لأن الناس عاثت فسادا في هذه الاتحادية، أنا كي نقول ننسوا ننسوا الخيبات، ننسوا المهازل اللي حثت في ست سنوات ونصف، أما باش تقول لي أنت ننسوا يعني الناس وش دارت، والناس اللي ما زالت يديها منطخة بالفساد، في هذه الاتحادية، يجب أن يتحسبوا، اليوم أنا سمعت يعني لحقتني معلومة، بأن في التسليم المهام، السجل التاع المدولة ما يلقاواش، تشفت مؤسسة السجل المدولة ما يلقاواش، هذا يعني باش تقول سجل المدولة، أهمية تاعه، ولماذا لم يتم العثار عليه؟ لأنه فيه كل شيء سجل المدولة، أي شيء يحدث روك يمسجل، يعني روهم سجل بسجل المدولة، هذا سجل المدولة على سنوات، اليوم ما نشعف، قلنك ملقاواش سجل المدولة، سجل ملقاواش، يعني هل تتقبلها أنت يعني العقل يتطبق، يقبل هذا منطقيا، وكايني عدة نقاط، أنا معلوماتي اليوم أن رئيس الاتحاد سجل دار عدة احترازات، وعدة نقاط في البساطسيون اللي دارهم اليوم، اليوم، هذا سجل، سجل ما نلقاواش، يعني لما نزيدون بحثه، نزيدون بحث، نتابع في الفاكتور، في البوند كومونت، في البوند لفريزون، في البوند ريسبسيون، في شكو نمضى، وشكو نرفض، وشكو ندى، أنا نشب بأنها رهي كوارث، الناس على بالك شوف، كاين ناس في هذه الاتحادية، داروا المستحيل، باش والي تصادي، ما يكونش في الاتحادية، داروا المستحيل، ليلة الانتخاب تصور، ليلة الانتخاب، كاين ناس كانوا يمشوا، ويتصلوا برؤساء الرابطات، ويطلبوا منهم الانتخاب، سواء بلا أو بورقة بيضاء، وكانوا يوعدوا فيهم حتى بالأموال، كاين زوج، ليلة الانتخاب، ليلة الانتخاب، كاين زوج أعضاء في الجمعية العامة، وما حضروش في الجمعية العامة، داروا المستحيل، وكاين واحد خارج الجمعية العامة، ورام المسؤولين رام يعرفوهم، مشكون هذو ما، مشكون هذو الأشخاص، الناس اللي، علش داروا المستحيل باش والد صادي، ما ينحقش للاتعادية، علش خايفين منه، علش داروا مثلاً كانوا خوفونا، قال لك باللي الدولة ماش راضية عليه، قالوا بأنه خوفوا الشعب، قال لك باللي هذا اللاجه، أول واحد يبدأ يضحي به هو جمل بالماضي، يعني داروا المستحيل باش، باش هذا، هذا والد صادي، باش نشوفوا، نبدأوا نشوفوا فيه، يعني إنسان غير مرغوب فيه تماماً، داروا المستحيل، ولكن في نهاية المطاف، وليد صادي جاز، وهذا الناس يعني بعدما جاز وليد صادي، روكان رفيقي يقول لك، يعني انتال المكلف بالإعلام، في يوم العرس يغيب، في يوم الانتخاب غائب، يعني هل هذه عندها مبرر؟ أنا أقول لك، شوف كاين اليوم، تحدث أمير، على الناس اللي خدمت من قبل في الاتحادية، اليوم وليد صادي، انتال مسؤول رقم واحد، أنا أقول هلو من هذا المنبر، وليد انتال مسؤول، اليوم هذا الناس، كي الناس أنا على بالي، ما مش عاجبينه وليد صادي، ويلزم يغيرهم، اليوم وليد إذا حبي ينجح، يلزم له اتحادية، يلزم له إدارة قوية، يلزم له أشخاص في المستوى، عدم كفاءة، لأنه إذا بقى يعتمد على أشخاص، للدول الاتحادية، للهاوية، ما وش راح ينجح، أنا أقول له من هذا المنبر، اليوم وليد أمام مسؤولية كبيرة، نزيدك حاجة، اليوم، كي نفت الاتحادية، ما يديروا حتى شي، ورهم خالصين، رهم يدوا الأجور تحهم، وخالصين، وكي الناس اللي حددت لهم الأجور، قال رفيق أعطي له ثلاثين مليون في الشهر، قال نبيل أعطي له ستين مليون في الشهر، اليوم يا سي وليد، نهار الشهر، نتلل رك راح تسني ليطة صالية، نتلل رك تسني على الأجور تعال العمال هذو ما، ونتل مسؤول عليهم، اليوم وغدوا قدام ربي، لأن كينا نعرف عمال، شوفوا الاتحادية، من اللي راح روراوة، بقى يدير ثلاث ميل دينار، ثلاث ملايين في الشهر، إلى يومين هذا ما زيد لثلاث ميل دينار، لماذا؟ لأنهم يقولوا هذا دائما تابع الروراوة، وكي الناس ما كان عندهم حتى علاقة، الحاج الصال لارتحم تقريباً مئة مليون في الشهر، طلعوا هالم تقريباً مئة مليون، بأي حق، كي نشوف ظلم كبير في هذه الاتحادية، كي نشوف واحد في الاتحادية، قالوا ننتا، هذه في مؤتمر في الاجتماع المكتب الفاف، في ورق لا، على المعتقد في 2018، صبح في الفندق، يناديه الأمين العام، قالوا انت تصبح وممشيش الرئيس الاتحادية، وقلت له صباح الخير، قالوا ترفض السيارة وتدخل للجزائر، ورفض السيارة وتخل الجزائر جل هنا، قالوا لو تروح لداركم وتريحهم، ومزيش تخدم، لأنك ما قولش الرئيس الاتحادية صباح الخير، أنا يقول لك لماذا؟ نعم، نعم، وشوفوا والناس زادوا لهم في الأجور، وهو حرموهم من الأجور تاعوا، حرموهم الصالير، وما زادوا لهم في الصالير، والظلم اللي صرا في هذا الاتحادية، وما خوفية أعظم، لأن كائن ملفات، يلزم العودة إليها، أنك يقتلك، ننسوا الماضي، مع أنت مشي ننسوا، الناس وش كان تنهب، الناس وش كان لحقوا، داروا باسم الاتحادية، داروا سجل تجاري باسم الاتحادية، وكانوا يبيعوا في اللباس، تعرف حاجة نبيل، لعب منتخبنا الوطني مؤخرا مع أغندا، ولعبنا مع تونس في عنابة، لعبنا في الكاميرون مع أغندا، وجينا لعبنا مع تونس، علي باك اللباس، اللباس فقط، انتع المنتخب الوطني، راحوا شراوه من دكان في العاصيبة، هذا يعني، اني نقول لك، لباس يعني لباس تي شارتا، ما حرز شرينه من العاصيبة، شرين اللباس اللي لعبوا بهم، هذه المقابلات، الشراوه اللي تدربوا بهم، نعم، لوجو، لوجو، شراوه، ما كيش الماغازا فيه، الماغازا ما فيه، في 2017، نعطيك هذه معلومة، في 2017، رو روى لما غادر الاتحادية، خللهم مليون وستمائة ألف دولار، تاع البيزة، و دو كونتونير، ما زل ما تفتحوش، دو كونتونير، كيف شعب يقول دو كونتونير، رامي لبسوا الجزائر كاملة، ما زل ما تفتحوش، اليوم، هذا المنتخب تاع كورت الصلاة، ماشيين يلعبون في السعودية، بطول العربية، علي باكو، وش دارو لهم؟ راحوا جابوا لهم اللباس، هذا كتاع الـ XL و XXL، كما قلوش باشي، ودوهم عند عند واحد خياط، عاود نقص لهم فيهم، باش دوهم ولعبوا فيهم، الاتحادية هذي فقروها، ما خلوا فيها حتى شي، اليوم روح السيارات، اللي كانوا في الاتحادية، بتوقفين في الباركينج، كانت حوالي ثلاثين سيارة، كلهم، شكو اللي يلحق لهذه السيارة، روح اليوم اللي تسب سيارة وحدة، انهار اللي بشو باشي، نوضع الموتور، ما نقاوش، حرك انتحها، ما نقاوش، اخلاوها، روح لي مقازين في السيدي موسى، إلا تسبهم لباس واحد، الناس، شوف الناس، يلحق أنت تصور أنه واحد، يشرف على المخزن التاع الالبيسة، يدير ربع ملايين في الشهر، اقترحوا عليها منصب آخر، وقالوا له نعطوك عشر ملايين، قالوا ملالا، خلوني في المنصب بتاع ربع ملايين، اسكوا هذا الشي يدخل في العقل، اخلاوها الاتحادية، عروها، اليوم أنا نقول لك، ولي صادي، مطالب بليوم، بأن يكون صارم، ما تستعرف حتى تب واحد أنت المسؤول، لأنك غدوة، أنا نقول لك، تتحاسب أمام العباد وأمام الله، واضح، رفيق، تسمح لي، أنا علشة نقول باللي، يعني، كين أمور لي يلزم ننسوهم، وكين أمور لي ما نزمش نسوهم، أنا نعطيك مثلاً في التكوين فقط، عندنا أكاديمية واحدة في سدي بالعباس، نقدر نسميها أناية، تقدر نديرها مسكن، يعني أكاديمية اللي فيها ثلاثين واحد، ما يقدروش يسيروها، والشبانة تعثم ماكة، تحدث عليهم ولي تصادي، في الإذاعة الوطنية يوم الجمعة، وقال بأنهم لليوم رهم ضايعين، ليك زيا ما يقدروش يدوها، بش يروحوا يدرسوا في مكان آخر، لا كورة القدم ضيعوهم، ولا الدراسان تحهم ضيعوهم، أنت لما تكون عندك أكاديمية تاعك، ونجحة، والجميع يتكلم عليها، كيفش عندك أكاديمية موازية، وتم مسؤول عليها، وأكاديمية فشلة، وولاد الناس ضايعين، أسكوا هذا الشيء قبل العقل، هذا الشيء، هذا أمر من الأمور اللي يجب يتحسبوا عليها هذه المسؤولين، لأن الأموال اللي ضاعت اليوم، رفيق، اليوم، بالله عليك، تقريباً ألف مليار راحت، وتقريباً اليوم، خمسمائة مليار ديون، وين راحت هذه الأموال؟ هذي تقول لي، نسمحوا، كاين اللي راهوا يسرق هاتف نقال، راهوا يرفضوه، يدوه للسجن، ولي ضايع آلاف الملايير، خلوهم هك ليك، أنا أقول لك، لا، اليوم مواليد صدي، مسؤول، قلتها ونعودها، أمام الله وأمام هذا الشعب، كما تكلمت عن حسين، تتكلمت عن الأموال، للناس يتدي أموال خيالية، وربما ما عندهم، ما يعني، تتكلمت في الثلاثين فيديو، وشفناها، على الوصائلات بوغرة، والأصطاف، الآن، ما زالهم يخرصوا، فورطوا ما عندهم حتى مسؤولي، ما كان حتى أجل، ما كان حتى أجل، ما كان حتى أجل، ما كان حتى أجل، هذا خبر رسمي، هذا ما نزيد من عندي، هم كان عندهم عقود مع الاتحادية، العقود هذه تنتهي، مع نهاية الشان، الشان المقابلة للأخيرة، تلعبت في ربعة فبريه، 2023، من فبريه إلى يومنا هذا، رأنا في سبتمبر، يعني أنا سبعة شهر، الصالير مازال ماشي عادي، والمسكن اللي كارينو عادي، معلوماتي، 45 مليون للشهر يخلصوا عليهم، عندهم ليبيي تعد طائرة، يحبوا جول جزائر، يرسلوهم ليبيي عادل، سيارة كيف كيف؟ سيارة، نعم سيارة، يمشوا بسيارة، نعم سيارة، باش نكونوا واضحين، راتب بقرة، أو راتب التقليل، ستاف تكنيك، كامل خالصين، مش هل إثنى شهريات أحمد؟ ما نقدرش نعطيها لك بالضبط، تقريبياً يعني، تقريبياً، ممكن هي تجاوز 500 مليون، تقريباً، لا ما نقدرش نعطيك، ما نقدرش نعطيك أجراء بالضبط، لأنها فيها حسابات، في السوق الموازية، ولا في البنك، لا فيها حساب، المهم يخلصوا بالعملة الصعبة، بالعملة الصعبة، بالعملة الصعبة، إلى يومين هذا، وما كان حتى هدف، لأنك أصل عارب، ما كاش، ما رأيش مبرمجة، وشان لحد الساعة، ما نشعر في الله، كين الشان ولا ما كاش، والأجور ما زالت ماشية عادية، واضح، وش رأيك أمير في كل هاته؟ نظرنا وتتكلم شيخ على كل شيء، يلخص كل شيء خاصة في الاتحادية، النهب اليساري، في السنوات، لتحدث ست سنواته الأخيرة، يعني ماك شغال تكون مسترح القضاء، يجب أيضاً القضاء، لأن بعض العمال الاتحادية، ليومين هذا، يتقضعوا رواية بتاعهم، من الأموال التي تركها رئيس الاتحادية السابق، كين بركة الملاحظة، تكلمنا عليها، في الكواديس، من الناس اللي كانت تروج أشياء مغلوطة، دبال العهد، من اللي راح راوراوا، ويخوفوا الناس، يخوفوا الاجئة للافيفا، وحبوا يدروا الضغط، وحنا كنا قولوا، ملالو فرحنا، ماليبوك، ذيران هالاللي رأوا أس جي، على كاف، كان مسؤولت على الآسوسات الممبر، في للافيفا، وكانوا يبعتونا، يقول لك، لو مانديروش، لاميزان كونفورميتي، لو مانديروش هاتش، للافيفا تعاقبنا، وداروا اللي بوك، كان محمد سعد أمين عام، وداروا الضغط على الدولة الجزائرية، ولحقوا حتى، يطلب محمد سعد، أن نحطوا الوزارة، مع اللفاف، سلمان بيديغاليتي، وفتح مبيناتنا، يعني شوف، وين الدرجة الخطيرة، اللي وصلنا لها، وداروا الضغط، بلغول التحن، داروا الضغط، وجبوا مرسلة، كتبها فيرون، يهدد فيها زمان الجزائر، أنه هناك، كوميتين برغماليسو، وعقوبة وكل شيء، ونشفان نتكلم، نتفعت البلاطوهات، وقلت لهم، نتحداكم، ونتخلط لها فيفا، وجي يكس بريكي، كاين تتناقض، في كتابات، كتابة الإدارية، على الهيئات معروفة، ما يقول لك، ما يقول لك، ما يقول لك، ما يقول لك، بينا، واتقال، ستترى، فيرون، كان يجي الجزائر، وخلال الكادو، في هذا العهد، اليوم، تنظر، يكين، أنت، أنت، يقول لك، لا يتكلم على فيفا، الانتخابات، اليوم، بحضور فيفا، وكاف، والاتحاد العربي، والاتحاد الشامل الفريقي، ويجب أن الهمامي جاء، كلها اتجاد، خلاص، الانتخابات، نتكلم على رئيس جديد الاتحادية، ووكالمك، الدولي، بعدها بساعة فقط، ويجروا الانتخابات، هناك حيث أستطيع، يجب أن ترى الرئيس، كيف يقولون بها؟ هذا الكلام، ما ذكروا الاتحاد الدولي، سنغور، منائل رئيس الكاف، كانت تصل، مباشرة، سنغور، سنغور، كانت تصل، نبيل العام الاتحاد العربي، كانت تصل، بعد الجانب الأهدي، فإنتخابات تصل، نجل سنغور تصل، نعم، سنغور تصل، لأنه حتى اللي كان ممرتد ثمات معهم يعني والدفلازو ولتصنبير حسين كل شيء تخرجت صورة أيضا بعد دقائق أو بعد أقل من ساعة و ساعتين من الجمعية ظهرت صورة لوليد صادي والوراوة وأيضا ممثل الفيفا جيلسون فرنونداز إذا مخرج في الأسم يتناولون الغداء مع بعض في جوه يعني كان جو شيء عادي يعني ما دام لفيفا جيت هنا يسي يسيبه والخطاب بتاع ممثل الفيفا كان يعني يعني زومبوزيتيف يعني كتبع أنه أغير طبيعي إنه إن فيداء صنجليان عندها تروى بريزيدو ولكن قال بلي لازلكم تكونوا في مصاف الكبار وهذي المكان الحقيقي لتعكم وأكد بلي الانتخابات جرت بطريقة ديمقاطية وشفافة ورئيس الانتحاد تولي تتصل وراء وراء شخصية معروفة أكيد أنه يتواصل معه ويتكلم معه وكان في الكاف وكان في الكاف ووالي الصدي كان في البروتاة الحاجة في وقت سابق واليوم هو البرزيد لفيلسوسي وطفيل الرمال يتكون هذيك الأجواء يعني المؤشر على أنه الفيفا راضية على الانتخابات الجديدة اللي صارت بلي ستاتيو اللي مازال ما دروا علم المنظم اللي كانوا يخوفوا في بنا منذ سنوات أنه الفيفا جيه اللي عندو اللي يوم والي صدي وباش مكون ضول بوزيتيف يعني سيسرمو أنا مدابية ليوم الناس عالأقل دير شوية سيئي سبق المصلحة الوطنية ونشوفو وين نوصلو بسكو يعني باسطة عينة من الناس اللي نهبو لا لا في ديراتور اللي يوم والي صدي عندو ديزاتول اللي بتات اي رأيس الاتحادية مدهم شا اللي غير طلع عندو لسوتيات رئيس الجمهورية والمرافقة والدعم وعنده لسوتيات على فيفا وعنده تسكيات على فيفا وعنده يعني إعلان صاريح على أنه رئيس الشرعي وديمقراطي عنده كل القوى بيحق المشاريع دياله واضح سيح حسين كنتكلم على النهب اللي كان واقع في الاتحاد ينتكلم أيضا على جملة من الديون تفوق على ما أعتقد ومعلومات 300 مليار وأيضا كتل الأجور الشهرية للاتحادية بالملايا تقدر تعطينا الشيفر أو الرقم بالتحديد للكتلة الأجرية للاتحادية الجزائرية للكورد خدم شو ما تقدرش تمده يعني حتى في البيلون لأن أنا كنت أتحدث مرة كنت أتحدث فيه على البيلون الحصيل المالية اللي كان قدمها جهيد بالمناسبة بين قوسين رفيق هذين بعد نعودون نولوليها الحصيلة المالية والأدبية تحسن القادمة مشكلة رح يقدمها لأن وليد رح يحكم ثلاثة شهر فقط في هذه العهدة لا يحسبوش عني تسعة شهر نعم أنا عليش أقولك كتلة الأجور ما تقدرش تعرفها في الاتحادية لأنك تلاعب في الأرقام أنا نوجه نداء للمحاسبين يعني المحاسبين اللي داروا محاسبة في المؤسسات هل شفتون توما لكوانت 62 أخرى لكوانت 62 أخرى لكوانت 62 يكون المبلغ اللي فيه أكثر من لكوانت 63 لفريد персонال مستحيل تكون هذه بلا كوانتابيليتي بينما في البيلون تعرفها الفيدرسون كينا بسطنا أكثر نعطيلك مثلا للكوانتاب يفهموا هذه للكوانتاب يفهموا أنا نقول لك نداء للكوانتاب يجيب لك أشوانتاب مصاريف في الكونت 62 اكثر من المصار أخرى سيرفيس أخرى سيرفيس أخرى 189 مليار بينما الشارج لفريد بيرسونال كوانت كتلة الأجور دائما تكون فوق 50% دائما تكون هي العالية لأن العمال هما يتقضوا الأجور عندهم التأمينات التاحهم عندهم ومبعد يجوا مصاريف الأخرى كيف إنت كين كونت سوى صون دولس وصون 889 مليار كين 440 وهذا ليس حاجة بين أو شكرا أخرى سيرفيس أخرى سيرفيس نزيد لك حاجة مثلا سنة الماضية شرب الدين عمارة ونحيوه بالمناسبة لأنه كان عنده الشجاعة وخرج الصالة التعجابة بالماضي عادي جدا عادي أنا ما قلناش بالماضي سيرفي بالماضي عنده أقبر ومخلص يدي ترهمه أنا عندي عقد أخويا مركش لي سنبي أنا عندي عقد واتفالك بالأتحادية ويعني والشي اللي تفاوضنا عليه ووفقت عليه الاتحادية اليوم لديت الأجر شرب الدين عمارة السنة الماضية خرج الأجر التعجابة بالماضي أو الصالة التعجاب بالماضي نعطيك البيلون تاع هذا العام اللي غير كما قدموا الجهيد للجمعية العامة عطاني الصالة بالماضي بالبيلون ما كاش شوف تلاعب بالأرقام تلاعب بالأرقام كميحة ما قال كاراز نهال اللي تربحهم صالة تاع الكاراز اللي يربحنا خسرنا نو دالوا واحد تسمية رمبورسومان رمبورسومان ولا جسيبا كيف تتبو لفراز هذه كل الكرام جوزو ما تفقلهاش نبهني نبهني واحد عمنا قرينا وعاود السقسيد قال الموضة سيتي بيزر كبير بزاف قال هذا رمبورسومان تاع الكاراز اللي خباو جوزو مرور الكرام وذكرت أيضا الناخب الوطني جمال بالماضي والجميع كان شاهد على سجال بينك وبين الناخب الوطني ونتكليك بيدو للرد في وسائل التواصل الاجتماعي ولكن ما سمعت لك تصريح من أي بلاتون فرصة مناسبة للتعليق على ما جاء على لسان الناخب الوطني جمال بالماضي والله شوف نبيل هذا الموضوع يعني فلو تقلقت شوية وكنت لأن لما تشوف الناس يوصفوك بالخائن حاجة كبيرة تقلقت أنا فريمون تقلقت ولكن في نهاية المطاف بعد يعني ما ارتحت تكالميت شوية وجوزتها أنا كي بزيف يقولوا لي ما قصدك شتى لا قصدني أنا أنا التشكيلة أعطوها لي من السينيغال وبعد نهاية المقابلة الكلام اللي هدروا في المطار كانوا أعطوه لي المطار أورا يهدر عليك لأن أورا هنا ذكرك بالإسم أنا كنت ننتظر يعني باللي راح يهدر عليها أنا ولكن أنا اللي غاضتني التشكيلة مشي أنا اللي 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 حطيتها تشكيل كاين وسيلة إعلامية أخرى وسيلة إعلامية محترمة ولا داعي باش نتكلم عليها حطوها بنهار قبل مني ولكن ما هتروش عليها ومكيش ليحوس تسمح لي نروح لك الأبعد من هذا نقول لك لماذا أنا لأنني مريت في البراطوات وقلت جمال بالماضي لماذا لا يستطيع كما كان يستطيع علي الوزيج ويستطيع بوركيوف قاعدين هنا عايشين في الجزائر هذه هي اللي خلت جمال بالماضي يتحدث علي بذلك الطريقة نزيل لك حاجة أخرى هذا الوسيلة الإعلامية اللي نهدرت عليها أنا عندهم ملف خاطير ونقول هاليوم عندهم ملف خاطير على تجنيس اللاعبين على تجنيس اللاعبين عندهم ملف خاطير وراهم يهدوا باش ينشروه في أي لحظة تعرفوا اش نحقوا داروا في السينيقال وما كاش يقدروا يتكلم معهم نحقوا الدخل الغرف تغيير الملابس انتعى المنتخب الوطني بداروا استجوابتهم مع اللاعبين في غرف تغيير الملابس ولا واحد وقفهم اسكوا تصرى هذه مع المنتخب الوطني لأنه عندهم أدلة على التجنيس تعال اللاعبين وأرى شوف عندهم ملف فأنا ما نتكلمش عن ملف عن قاري معلوماتي عن قاري براحين ينشروا هذا ملف إذن اليوم حسين جناد داروا هواجها فقط أنا أقول هاليوم منعاوذها نشر تشكيلة المنتخب الوطني لحات العم مقابلة معتها حتى تأثير على بالعبس حن ربحنا يقول وكان خسرنا قال يا وديها تشكيلة خرجوها وهي السبب باش خسرنا تربحت المقابلة تفست بالمقابلة نعطيك مثال بصير جمل بالماضي في 2004 كان لاعب في المنتخب الوطني في كأس إفريقيا للأمم في تونس وكان ربح سعدان والمدرب تعرف تشكيلة وشو وانتا كان يحطها ربح سعدان 24 ساعة قبل المقابلة وكان يحطها كان يعافي شيها في الفندق في الوطني والناس تشكيلة اللي راح تلعب غدوة بعد 24 ساعة وكاين أنا ثاني عندي ملف كبير على كأس إفريقيا 2004 ما اخترتش عليه ربما يجي نهار ونذر عليه ملف انت حكفش تقصينا من كأس إفريقيا للأمم 2004 والمتسبب في إقصان أنا من كأس إفريقيا وش كون اللي كان يلعب بذرع ولي كان يفرض نفسه الذرع على ربح سعدان لا أنا عندي لك يفرض نفسه عرفوا بالماضي شوف أنا ما نقول لك بالماضي شوف تسمح لي تسمح لي كاي الناس هددت كاي اللعب هدد ما لقاش اسمه في التشكيلة هدد تخلم لو كانت تفشي وهانج يطع الورقة وما داك الغدوة لقاء اسمه التشكيلة كانت تنحط 24 ساعات بالمقابلة والناس تشوف هم ما في شي في الوتان عادي جدا الإشكال ما راهوش في نشر التشكيلة الإشكال راهو في الخطة اللي ركح تلعب بها إذا كانت اليوم جيت لهذا اللعبين وقتلهم هاي الخطة اللي رح ينعبوا بها شكول لي شكول لي ما يعرج باللي محرز رح يلعب رح يلعب مع السينيقال شكول لي ما يعرج باللي فغول رح يلعب شكول لي شعيبي رح يلعب هذو قال نس تعرف باللي رح يلعب المشكلة راهي في الخطة أنا لو كان حسين جناد اليوم لعب عيط لي وقال لي هاي الخطة اللي رح ينعبوا بها وخرجتها وعلنت عليها في وسط وسط التواصل الاجتماعي أو في بلاتو ثم كتلوا مني ولكن بما أن أنا حطيت التشكيلة 9 ساعات أو 10 ساعات قبل المقابلة ودي يرجعوا من الحبة من الحبة قبة أنا أقول لك بلي هذي تبرير لكلام تالي وحسين مقبل وما حملوش النخبير لكن هو كيتحدث وقال على تحدث عليك كما يعرف الكل لكن هو تحدث قبل أنه شخص من داخل بيت الاتحادية الجزرية هو اللي يسرب لماذا ما يكشفش هذي شخص لداخل الاتحادية الجزرية لا يقدرش يكشفه أسمع أسمع أنت عندك مصادر كرافيق عنده مصادر كل واحد عنده مصادر أنا اللي راح يعطيني معلومة أنا مستحيل نذكر اسمه مستحيل لي يعطيني معلومة أنا ما نذكرش اسمه لي يعطيني خبرة أنا ما نذكرش اسمه هو وش قال قال كاين واحد بهذا العبارة تسمحوني يعني ما يشتعل يقولها ولكن يقولها قال كاين واحد خابيت خابيت هكذا سر بالتشكيلة للخائن والخائن ننشرها يعني أنا ننشرها لكن من هذا الخابيت شوف هو وصفه أنا مصدر تعي ما رحش أقول لك شو اللي يعطاني، شو اللي مدلي التشكيلة؟ وأن لو كنت يعطوها للمش الجاي، نحطها عادي. أنا اليوم نقول لك يعطوني التشكيلة نحطها عادي. هذه هي رح نلعبوا مع السومار، رح نلعبوا مع مياه شعفة، مع مصر عادي جداً. أنا بالنسبة لها تشكيلة ننشرها عادي جداً، ما فيها شوف ما فيها حتى ظرر عن المنتخب الوطني، غير الناس ضخمة الأمور ورجعت اللي ينشر تشكيلة عن المنتخب الوطني خائن الوطن. أنا بالنسبة ليا، الخوانة، الخوانة اللي فلسوا الاتحادية وفطروها، هذه هم الخوانة اللي فلسوا الاتحادية، الخوانة اللي حقروا ناس، الخوانة اللي تسببوا في وفاة أشخاص، اليوم مبارات ربي يرحموا في السكة. الخوانة اللي ربي يدو دي لجور جن على الجرياء، يدوهم منها يدكونوا شوية ويبيعوهم. خلينا نحن نفتح تجنيس اسمها مبارات الله يرحمه وقتلوه بالقنطة بورقعة بورقعة اللي كان في السيد موسى ربي يرحمه ووسع عليه قتلوه بالقنطة وزيد 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 ناس بزار ضيعوهم يتمونهم ولادهم على جال أمور تهبها مكان وانه كان أسماء بزار كان أسماء بزار ناس قرباج كيف شعر عليها رحمة الله قرباج واسمه اللي كان معاها فوزي قليل كيفاش خرجوهم من رابطة قالوا خليني للم القشن تاعي كان لهم برة تخرجوا وكأنهم مجريمين واسمه تاع قسنطينة دهامشي رئيس الرابطة الجهوية كيفاش خرجوهم من رابطة الجهوية هذو يزيد يخدم معهم وليد صادي يخدم معهم وليد صادي هذو نقول لك والله غير هو يتحاسب ما يستهلوش باش يكونوا هذه الفكرة قدم الجزائر لأن هذين ناس جواوا خدموا ما صالحهم جوا خدموا مصالحهم اللي جا ما عندوش بسيكلات اخرجوا بالسيارة دير دون مليار طروا مليار مليار ملافية من اين لك هذا هذو اللي يلزم يتحاسب ماذا قسي عوسين يخذوا دائم لافية يخذوا دي دي ليقي مؤثرين ناس اللي دراهم مصنع یا نهاية بارك سمحني كوري انت قتلي ديميكات اللي كان يلعب معلومة معروفة بالماضي كان لعب دراك معاك سعدان لأنه من هالي بريمي ماش مع الكاميرون بريم ماشيتي واضح. تفيشت لاليست تقلب الدنيا بالماضي. بالماضي اللي عم تتوينها واضح في تلكبه وراح. تنين كتقول لي أنت تفيشي لاليست وتقلب الدنيا. عادل عمروش ماش كابيتال عادل عمروشة. طنزاني فتح لسيوس كاملا لجورنالي سانجيري في عنابه. واضح حسين جناد رأيت وكانت تكلم ببعض من الحجم ببارك ربي رحمه. إذا نتعرف الحجم ببارك ربي رحمه. يتصل بي على 12 الوحدة تعليل يقول لي ما زلت ما قدرش نرقد. وعن مرأة مسكين. داروا فيه الباطل الحزمي براد وإنسان طيب ربي رحمه. خلى الرئيس الرابطة الجهوية الوحيد اللي خلى زيد من عشرة مليار في الكون. وداروا له السوء وداروا له تهم ونحاول. دور لاباج نواروي بس الناس كامل تحسب. واضح يا رفيق في النهاية عند الله. هل تسمح لي غير عندي واحدة تعزية فقط. تعزية الوفاة زوجة عطوشي في القليعة. نعزي العائلة تاحا. عائلة سعودي خوتها. شريف وريضاء خوت المرحومة هذه. وزوجها عطوشي. وعائلة باء حميد محمد. نعزيهم كامل. وندعو لها ربي إن شاء الله بالمغخرة. وربي يسكنها فسيح الجنان. رحمه الله واسكنها فسيح الجنان. ورحمه جميع المردى المسلمين. نطمئنا الشفاء العاجل جمع القرابي لاب سبق اقتحاد العاصمة. يتعرض لواقع صحية في ملعب بلوغين. هو مقبل كان رايحي يدرب. نطلبوله إن شاء الله ربي يجعله. بالشفاء العاجل ليه ولجميع مرضى المسلمين. واصلنا وإياكم إلى نهاية عمري هذا العدد المميز. ربقة حسين جناد رفيق واحد وأمير زكريني الملقى. يوم سبت الموقف إلى السودية. وكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لقاء.